السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تليفون قادم من المستقبل كنت قلت التعليق ده لما عملت مراجعة الأوبو فايند اكس النهاردة أوبو بتفاجئنا بتليفون جديد تحس ان التصميم بتاعه مكمل لتصميم الأوبو فايند اكس الأوبو F11 Pro أوبو كانت هي ملكة الفئة المتوسطة السنتين اللي فاتوا مبيعات الـ F7 والـ F9 كانت تعتبر أعلى مبيعات في الفئة المتوسطة وما كانش فيه أي منافس يقدر ان هو يقرب من الفئة دي طول ما تليفونات أوبو موجودة السنة دي أوبو نزلت تليفونين الأوبو F11 Pro والأوبو F11 الـ F11 Pro يعتبر في فئة الواحدة كده منزلش للفئة المتوسطة المعتادة للناس متعودة عليها اللي نزل فيها هو الـ F11 ده في فئة الـ 5000 وانت طالع إنما الأوبو F11 Pro متفرد في فئة الواحدة لهو بينافس في الفئة المتوسطة ولا بينافس الفلاكشيب بتاع الشركات الصينية التانية اللي هي من 9000 وانت طالع فملت فراغ في فئة مش موجود لها منافس فيه فيعني من وجهة نظري ما حدش يقارن التليفون ده بأي فئة لها العليا ولا الأقل منه اللي هي 6000 وانت نازل تصميم التليفون الحقيقة يعني مميز جداً اللي وهل الأولى أولاً البنات لوحدها هي اللي تقدر تقول لي التليفون ده اللون بتاعه إيه يعني أنا مش عارف إذا كانت التليفون ده أزرق ولا تركوز ولا أغضر أنا ضعيف في موضوع الألوان ده ودايماً هي البنات هي اللي بتقدر أنها هتحدد التليفون أو الألوان بدرجاتها المختلفة دي ألوان إيه ممكن أنت تشوف لون تفضل تقول ده أبيض و أبيض و أبيض و أبيض و أبيض و هما يطلعوا ألوان غريبة فأرجوكو لو فيه بنات بتشوف الفيديو تكتب لي في التعليقات اللون ده اسمه إيه لكن بعيداً عن اللون والمسمى بتاعه هو شكله جميل جداً ولون متفرد ومتميز لما هتمسك التليفون في إيدك هيبقى شكله مميز عن الألوان اللي موجودة في السوق أي أن كان الأشكال بتاعتها إيه كمان فيه شوية تفاصيل كده أوبو اهتمت بيها تفاصيل تباني أنها صغيرة لكنها ملحوظة الشعار بتاع أوبو بالإضافة لكلمة designed by أوبو مع البصمة مع الكاميرتين والفلاش مع الكاميرا اللي بتطلع اللي هي مدفونة جوه التليفون كلهم ماشيين بسيمترية كده يعني بتحس إن شكلها جميل كمان الزرار بتاع الباور ضيفين فيه لون مختلف لون أخضر فاتح كده فتحس إن بيميزوا زرار الباور بلون مختلف الظهر أو تصميم التليفون بالكامل مصنوع من البلاستيك والحقيقة أنا مش شايف إن ده يعتبر عيب يعني التليفون شكله حلو والملمس بتاعه حلو حيديقك في حالة واحدة فقط لو أنت استخدمت التليفون بدون جراب وكان الاستخدام بتاعه قاسي ولكن لو أنت حاطت التليفون جوه جراب أو لو أنت بتستخدمه بدون جراب ولكن من النوع اللي بتحافظ على التليفونات فما اعتقدش إنه هيبقى بالنسبة لك مشكلة أما بقى الشاشة ففي الفئة المتوسطة دي والأول مرة تقريبا بنشوف تليفون كله شاشة الشاشة 56 من 100 بوصة بأبعاد 2340 في 1080 بيكسل وكسافة 397 بيكسل في كل بوصة يعني مش عايزة أقول إن الحمد لله بدأت بعض الشركات بقى تبعد عن النوتش القبيح اللي كان ترند فيه السنة اللي فاتت وبرضه بدأت إنها تبعد عن موضوع البانش هول والديو دروب والووتر دروب والحاجات دي وبدأت تقدم لنا هو الحمد لله في فئات متوسطة تليفون شاشة شاشة مبهرة كده تخليك كل شوية حابب إن انت تفتح التليفون تبص على الشاشة وتقفله تستمتع وإنت بتتفرج على حاجة تستمتع وإنت بتلعب مثلا تستمتع وإنت بتستخدمها أي استخدام إن معاك تليفون كل شاشة كمان بتزود المتعة دي السماعة الخارجية إن لأخيرا أوبو نقلتها ناحية اليمين وإده المفترض إن مكانها الطبيعي كانت أوبو دايما مصممة إنها تكون ناحية الشمال دلوقتي السماعة في مكانها الطبيعي ناحية اليمين الأداء بتاعها ممتاز صوت عالي جدا وواضح جدا أما بالنسبة الوسائل الحماية اللي موجودة في التليفون ده فالحمد لله إنه مختلف عن أوبو فايند اكس أوبو فايند اكس كان معتمد اعتماد كلي على الفيس أنلوك لكن هنا أوبو ضافت البصمة المحترمة بتاعتها الأداء بتاع البصمة بتاعة أوبو سريع وضقيق جدا وتعتبر هي من أوائل الشركات اللي عملت مستشعر بصمة بسرعة وأداء كويس أما بالنسبة للفيس أنلوك فنفس الأداء تقريبا اللي شفناه في الفايند اكس الأداء بتاعه سريع المطور بيفتح بتاع الكاميرا بيفتح بسرعة في أقل من ثانية بيفتح الكاميرا علشان تقرأ تفاصيل وشك وبعد كده تقفل تاني في بعض الناس قالت إنه غير آمن لإنه بيفتح حتى وإنت مغمض عينك في الإعدادات بتاعة الفيس أنلوك فيه اختيار لازم تفعله علشان لو إنت مغمض عينك التليفون مايفتحش الفيس أنلوك ممكن تشغله عن طريق الضغط على الزرار الباور بمجرد ما تضغط على زرار الباور تفتح الكاميرا تقرأ تفاصيل وشك والتليفون يتفتح او الافضل والاقمن ان انت تدوس دوسة على زرار الباور وبعد كده تسحب على الشاشة علشان تفتح الكاميرا وتقرأ تفاصيل وشك والتليفون يفتح ليه الموضوع ده علشان تجنبا ان انت تدوس على زرار الباور بالغلط في اي وضع فما يعدش مطور الكاميرا يفتح بمجرد ما تضغط على زرار الباور المطور بتاع الكاميرا وهو بيشتغل سواء بيفتح او بيقفل تقدر ان انت تضيف ليه صوت ميكانيزم كده ظريف يعني خلونا نسمع الصوت يعني ده صوت تقدر ان انت تضيفه لو مدايقك برضو تقدر ان انت تشيله ولكن هو صوته جميل تحس ان انت كده في انسان آلي موجود معاك في الكاميرا بيطلع يبص عليك وينزل تاني يرجع في مكانه نيجي بقى للأداء بتاع التليفون اولا التليفون بيجي بمعالج ميديا تاك هاليو بي سيفنتي اه اتناشر نانوميتر تمن انوية اربع منهم بتردد اتنين وواحد من عشرة جيجاهرتز والاربع التانيين بتردد اتنين جيجاهرتز والمعالج الرسومي مالي جي سيفنتي تو ام بي سري بتردد تسعمية ميجاهرتز الفرق بين المعالج ده والمعالج اللي كان موجود في الأوبو F9 اللي هو الهيليو بي سكستي فرق طفيف جدا بالكاد يكون ملحوظ الهيليو بي سكستي كان التردد بتاعه اتنين جيجاهرتز الاربع انوية الكبيرة بتردد اتنين جيجاهرتز اما ده بتردد اتنين واحد من عشرة جيجاهرتز كمان المعالج الرسومي في الهيليو بي سكستي كان بتردد تمنمية ميجاهرتز وفي البي سيفنتي بتردد تسعمية ميجاهرتز الفرق طفيف جدا ولكن الفرق ما بيبقاش كله في أداء المعالج الفرق كمان بيكون في أداء الوجهة ونظام التشغيل التليفون هنا بييجي بوجهة اندرويد تسعة ووجهة كالر او اس ستة اللي تغيرت في بعض الحاجات الملحوظة وبدأت انها تقرب من وجهة اندرويد وتبعد شوية عن وجهة اي او اس وهنا اوبو بدأت انها تستجيب لقراء الناس اهم ثلاث حاجات تغيرت في الوجهة او تعدلت في الوجهة رقم واحد اخيرا بقى فيه أب دروير في وجهة كالر او اس دلوقتي تقدر ان انت تسحب من تحت علشان تخش تلاقي كل البرامج اللي موجودة على التليفون وما تلاقيهاش كلها موجودة على سطح الشاشة رقم اثنين اعدادات البرنامج بقت في البرنامج ما تستغربوش لان كان اللي مستخدمش وجهة كالر او اس قبل كده كان لازم علشان يغير اعدادات اي برنامج انه يعمل زي الاي او اس ويدخل على الاعدادات بتاعت التليفون وبعدين يروح للبرامج وبعدين يغير او يعدل الاعدادات وبعد كده يرجع تاني للبرنامج رقم ثلاثة شاشة كاملة يبقى اخيرا ولازم امر منطقي ان يبقى الاشعارات موجودة فدول يعتبروا اهم ثلاث امور ملحوظة في الوجهة الجديدة كمان لسه فيه في الوجهة مجموعة من الامور المميزة اللي ما استغنتش عنها اوبو على سبيل المثال النقر مرتين على الشاشة علشان تشغلها او علشان تقفلها كمان الجستشورز اللي بتعملها والشاشة مقفولة رسم حرف فيه مثلا علشان تفتح الفلاش رسم حرف او علشان تفتح الكاميرا لو حابب ان انت تاخد سكرينشوت بتسحب بثلاث صوابع من فوق لتحت علشان تقدر ان انت تاخد سكرينشوت لو عايز تفتح برنامجين في الشاشة او السبلت سكرين بتسحب بثلاث صوابع من تحت الفوق تقسم البرنامج اللي شغاله وبعد كده تختار برنامج تاني عايز تشغاله كمان لازال موجود السمارت سايت بار اللي تقدر ان انت تضيف فيه مجموعة من الاختصارات لبرامج انت عايز توصلها بشكل سريع اما بالنسبة للاضافات اللي موجودة في التليفون فالتليفون فيه جيروسكوب سنسور وماجناتك فيلد سنسور وبيدعم تشغيل مع نظرات الواقع الافتراضي التليفون بيدعم وصالات الـ OTG كمان فيه ريديو FM ولكن ما فيهوش لمبة اشعارات مع الشاشة الكبيرة دي مش عارف ممكن يحطوا لمبة الاشعارات فيه فما فيش لمبة اشعارات ومن المميزات برضو اللي بعض الشركات بدأت انها تستغنى عنها وجود مدخل السماعة في التليفون نيجي بقى نتكلم على الكاميرا الكاميرا الامامية بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحت عدسة F2.0 وبتصور فيديو لحد دقة 1080p الكاميرا الامامية في التصوير الليلي جميلة جدا يعني بتحس ان الصور فتحة كده ووضحة ولكن محتاجة اضاءة كويسة الاضاءة كويسة بتديك تفاصيل كويسة في الصور ولكن الاضاءة القليلة شوية تحس لان في شوية نويس في الصور في نعومة كده في الصور وخصوصا لو عملت زومين حتى تبدأ تلاقي ان التفاصيل بدأت ايه ما تعجبكش شوي اما الصور بالنهار فحاجة مختلفة تماما صور مبهرة بتحس ان انت مستمتع وانت بتتفرج على الصور اللي بتصورها في ضوء النهار حتى لو في مصدر اضاءة قوي وراك تفاصيل الصورة نفسها والHDR عليه عامل كبير قوي في الصور بالكاميرا الامامية بتاعة اوبو دي تجربة للتصوير في ضوء الليل يعني الاضواء في المكان اللي انا فيه ده اضواء كويسة علشان نشوف الاداء بتاع الكاميرا في الزوايا متعددة الكاميرا السيلفي طبعا في اثناء تصويرها للفيديو بالاضافة للسبات باقة بتاع التصوير اثناء الحركة في ضوء ممكن نقول ان هو مش قوي اوي ومش قليل اوي يعني ضوء مناسب جدا لتصوير فيديو بالليل وفي نفس الوقت نشوف جودة صوت المايك فدي تجربة للكاميرا الامامية وتعالوا نجرب الكاميرا الخلفية هنا بقى تجربة للكاميرا الخلفية نفس المكان تقريبا ونفس الاضاءة مع الحركة علشان نشوف الجودة بتاعة التصوير والسبات اثناء الحركة وبرضو جودة المايك اثناء تسجيل الفيديو في الغالب التصوير بالكاميرا الامامية او الخلفية في ضوء النهار بيكون في معظم التليفونات بيكون ممتاز ولكن برضو للتجربة علشان الناس اللي بتحب انها تصور فيديوهات بالتليفونات بتاعتها تقدر انها تحكم حكم كامل حبيت ان انا اجرب التجربة اللي انتو شايفينها دي في الاضاءة بتاعة الشمس او ضوء الشمس في الزوايا المختلفة بحيث ان انت تقدر ان انت تحكم على جودة تصوير الفيديو لو كنت من محبي او من الناس المهتمة بتصوير الفيديو سواء السيلفي او زي ما هنشوف بقى في الكاميرا الخلفية يعني هي التجربة دي بتبقى مفيدة لناس كتير بتحب انها تصور فيديوهات بالموبايل بتاعها وفي نفس الوقت انها تقدر انها تاخد حكم كامل تقريبا عن كل شيء دايما بقول جودة الصوت في تسجيل الكاميرا او في الفيديو جودة السبات بتاع تصوير الفيديو اثناء الحركة جودة الصورة لما تتعرر لضوء الشمس او في الاضاءة بقى لما يكون ضوء الشمس في ظهرك فهي بتبقى نقطة مفيدة بحب دايما ان انا اضيفها في اي مراجعة لتليفون بيهتم بالكاميرا الكاميرا الخلفية بتاعة سامسونج اللي بدأنا ان احنا نشوفها في الشركات اللي بتسوأ ليها بانها 48 ميجا بيكسل او 12 ميجا بيكسل مضروبة فاربعة البيكسليات بقى اللي هي مضاعفة البيكسليات اربع مرات علشان تدينا تفاصيل افضل واكتر يعني انا بفضل دايما ان انا سميها كاميرا 12 ميجا بيكسل الشركات طبعا بتسوأ ليها على انها 48 ميجا بيكسل ماشي هي وضعية بتقدر ان انت تختارها علشان تصور 48 ميجا بيكسل ولكن يعني خلينا ان احنا نقول ان انا ما شفتش فرق جوهاري يخلينا نصور بوضعية 48 ميجا بيكسل فهاي كاميرا 12 ميجا بيكسل التفاصيل بتاعتها جميلة جدا الكاميرا فتحت العدسة بتاعتها f1.8 وبتصور فيديو لحد دقة 1080p الاداء بتاع الكاميرا الخلفية روعة في ضوء النهار تفاصيل حلوة جدا حتستمتع بالتصوير بالكاميرا دي وكنت اتمنى ان اوبو تضيف لنا كاميرا تالتة ويد انجل او ألترا ويد انجل ولكن يعني لسه ممكن نشوفها في مرحلة جاية ان شاء الله انما بالليل بقى الاداء بتاع الكاميرا دي غريب غريب في الفئة بتاعته الصور واضحة قوي الصور العادية واضحة قوي وكمان لو اخترت النايت مود هتلاقي تفاصيل مختلفة أو شكل مختلف كأن في مصدر ضوء قوي نورلك المكان اللي انت بتصور فيه يعني انا جربت ان انا صور صور بالوضع العادي وجربت ان انا اشغل النايت مود في نفس المكان بنفس الاضاءة وبنفس التفاصيل فشفت صور شكلها غريب الحقيقة انا مبسوط قوي من الاداء اللي اوبو بتعمله في الكاميراب بتاعتها في الفئات المختلفة من التليفونة بتاعتها اما بقى البطارية فبطارية التليفون ده 4000 ميلي امبير وبتدعم الشاحن السريع فوك سري المدخل بتاع الشاحن مايكرو يو اس بي وانا مش شايفه مشكلة لان التليفون ده وتقنية الشاحن الفوك بتخليك ما ينفعش ان انت تشحن بشاحن غير الشاحن بتاعها فكده كده انت مش هتستخدم شاحن تاني علشان تدور بقى على انه يبقى طايب سي او مايكرو يو اس بي كده كده لازم علشان تستمتع بتقنية الشاحن السريع لازم تستخدم الكابل بتاع التليفون ده اللي جاي في العلبة مع الشاحن اللي جاي في العلبة الشاحن السريع في التليفون ده بيشحن بطارية 4000 ميلي امبير من صفر ل 100% في ساعة وربع بالضبط تقريبا ساعة وربع ساعة وتلت ما بيزودش عن ساعة وتلت اخيرا السعر ورأيي في التليفون سعر التليفون 6990 وانا كنت مأجل المراجع لحد ما اعرف السعر ولو انه ما فرقش معايا كتير انا كنت حاطت للتليفون ده سعر من 6200 ل6500 بالكتير قوي اوبو قررت انها تطلع في فئة مش موجود فيها حد تاني وتبقى في فئة السبع تلاف ممكن ناس تشوف ان التليفون غالي شوية لكن طالما اوبو نزلت لك ال F11 في فئة اقل سعريا وتقريبا نفس المواصفات بدون طبعا الكاميرا السلايد فيعني يعتبر رفاهية شوية للي حابب ان هو يمسك التليفون ده انه يدفع زيادة شوية علشان ياخد شيء مش موجود في الفئة بتاعته دي كانت كل حاجة عن تجربتي مع اوبو F11 برو روابط الشراء موجودة اسفل الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو الفيديو عاجبكم واشوفكم في فيديوهات تانية في امان الله